اشتركوا في القناة لا تتسامح مع اي صفة خارج قائمة شروطها الصارمة لكن لا داعي للقلق فانت حتما ستقوم بجذب اي امرأة بسهولة اذا كنت تمتلك واحدة على الاقل من هذه الصفات التسعة اولا صاحب حس الفكاهة او المضحك صحيح ان جميع النساء يقعن في حب الرجل المضحك ومع ذلك يجب ان تحذر من السقوط في فخ الثخافة او البذاء او السخرية لتكون مضحكا كما ان حس الفكاهة لا يكتسب ومن غير الممكن التظاهر به بل هو هبة تلقائية في الشخص وكل محاولة منك لاضحاك المرأة ستبوء بالفشل تذكر ان السر في انجذاب المرأة للرجل المضحك هي عفويته وعدم استخدامه للاخرين كوسيلة للسخرية والاضحاك ثانيا المستقر ماديا من الطبيعي ان تنجذب المرأة لميسوري الحال من الرجال فالعمل المادي يهم اغلب النساء تقريبا لكن لا يهم ان يكون رصيدك في البنك هو الجانب الجوهري الذي انجذبت اليك من اجله ولكن عليك ان تكون على الاقل سخيا معها ان تدللها وتحضر لها الهدايا من حين لاخر لا نطلب منك هنا ان تكون مليارديرا ولكن من الرائع ان تكون مستقرا ماديا ثالثا الناضش لا يرتبط النج بعمر معين لذلك لا تهتم المرأة بسن الرجل الذي سترتبط به اذا كان تتوفر فيه صفة النج اي ان يكون ناضجا روحيا وعقليا لكن غالبا ما نجد المرأة تختار الرجل الاكبر سنا منها باعتبار ان حياته الماضية باذخة بالتجارب وملئة بالمغامرات التي صنعت نجه فكلما كنت اكثر نجا كلما زادت فرصك في جذب اي امرأة تريدها رابعا المحب للحيوانات اذا كنت من محبي الحيوانات ومن المدافعين الشارسين عنها بامكانك ان تتأكد بان لديك حضوه وافرة لدى النساء تترجم المرأة حبك للحيوانات على نحو مميز فهي تعتبر ذلك دليلا على تعاطفك الزائد واحساسك بالمسئولية تجاه الحيوان والانسان ايضا لذا كن محبا للحيوانات فمن الطبيعي بالنتيجة ان تكون محبا للبشر خامسا الانيق كما ينجذب الرجل للمرأة الانيقة فهي ايضا تنجذب للرجل الانيق الذي يهتم لهندامه ونظفته ورائحته ايضا الرائحة الطيبة والاناقة كالمغناطيس بالنسبة للمرأة اهتم بمظهرك جيدا تسريحة الشعر ايضا تندرج في خانة الاناقة بامكانك ان تختار تسريحة مناسبة ومهذبة اما بالنسبة للحية او الشارب فالامر نسبي بالنسبة للمرأة لكن على الاغلب تكون اللحية ذات سحر خاص سادسا الغيور بغض النظر عن مدى اهمية عامل الثقة بين الشريكين الا ان المرأة لن ترفض ابدا اي رد فعل يوحي بالغيرة من قبل شريكها تصور حياة عاطفية بدون غيره امر لا يطاق حقا من زاوية اخرى معظم النساء لا يرغبن في تفويت فرصة مشاهدة لهي بالغيرة في عيني الرجل الامر يزيده رجولة كما يعزز انثتها اليس كذلك سابعا جسد رياضي من الطبيعي ان لا تحب معظم الفتيات منظر البطن المنتفخ في الرجل كلما زادت العضلات لديها كلما اصبحت اكثر جاذبية ربما سيصاب البعض بالاحباط عند هذه النقطة لكن انصحك قبل ان تذهب لقاعة الرياضة من اجل جذب الفتيات اليك فكر في الامر من منطلق صحي وستكون جذابا في كل الحالات ثامنا يحب الاطفال بغض النظر عن كل النقاط السابقة الا ان المرأة تبحث بالاساس عن علاقة طويلة الامد كما تتوقع ان يحب شريكها الاطفال تجد المرأة ان الامر لطيف الى حد ما عندما ترى رجلا يداعب طفلا كن محبا للاطفال صديقي لكن لا تتصنع ذلك تاسعا طويل القامة قد لا تهتم الكثير من النساء بقامة الشريك لكنهن قد يتأثرن ايجابيا اذا كان الرجل المنشود طويلا بالقدر الذي يتيح لهن تعزيز الشعور بالاحتواء والانثة ولكن اذا لم تكن طويل القامة بما يكفي هذا لا يعني انك لن تجذب اي فتاة فالاهم دائما وقبل كل شيء هو صدق المشاعر والجمال الروحي اذا اعجبك المقال لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد